نرجع لموضوعنا فتاة المعادي ارتبط الموضوع بيها بالتحرش فنزل بوست على الفيسبوك اللي هو بقى ايه الامثلة السقيمة اللي عايشة معنا في المجتمع فيه صورة خليني اوريها لحضراتكم ولد منزل صورة مريم رحمة الله عليها وكاتب اهي مع بانطلون ديق وحتى ميكاب طبيعي يحصل فيها كده او حلال يحصل فيها كده مش عارف المشكلة مش فيه المشكلة انه هما ناس كتير جدا اللي بتكلموا بالطريقة دي يعني نخرج بقى برا اطار الانسانية دي ماتت بتتكلم عليها ازاي كده يعني ده 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 موضوع وموضوع تاني اللي هو لسه فكرك فقير لسه بتقول كده لسه عايز ان البنات تتحبس في البيت وما تلبس اللي هي عايزاه عشان نراعي اضطراباتك النفسية والجنسية عشان عندك انا الحيوانة عالية مش عارف تسيطر على نفسك عشان انت كل نظرتك للانسة محدودة في الحتة دي احنا ملنا روح تعاليك اي بنت في مصر تخرج زي ما هي عايزة طالما هي بتراعي ربنا وبتراعي ثقة اهلها فيها امين انت عايزاه انا مش عايشة في الدنيا عشان اراعي الناس وراعي تفكير الناس انا عايشة في مجتمع ما بيشوبش اللي بشعرها وحشة ما عندناش مشكلة انا اتحجبت انا ما اتحجبتش حتى المحجبة بيعيبوا فيها يعني هي المحجبة هيقولك يا سيها لابسة كذا وحلال اللي حصل فيها حلال اللي حصل فيها هتتحاسب على الكلام ده انت مين عشان تترجط ربنا بيفكر في ايه ولا هيحاسب عباده ازاي مش صح ده شق عايز اتكلم فيه الشق التاني الناس اللي بتطلع اشاعات على السوشيال ميديا يعني موضوع زي ده هو كان موضوع سرقة اللي تحول لتحرش وخليته فيه نمازج سيئة تتكلم عن البنت بشكل سيء ولا يليق بيها ولا ليق باهلها ولا ليق باللي حصل اصلا